بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامج الإنسان والحيوان طبعا عنوان الحلقة أو موضوع الحلقة هو الاستعداد لعيد الأضحى كل سنة وسيدتكم بخير يسعدنا ويشرفنا اليوم يكون معنا ضيف الحلقة دكتور أحمد عبد الكريم رئيس الإدارة المركزية للحجر البطري بمصر ونقيب الأطباء البيتريين بأسوان أهلا بحضرتك دكتور أحمد أهلا بحضرتك ومشاهدين جميعا كل عمدتم بخير طبعا بالنسبة للطب البطي وأهميته بتيجي مع كل يوم كل عيد كل وقت كل لحظة اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي هي الاستعداد يعني ان شاء الله احنا يعني دلوقتي بنستعد الاستعداد معناها محاجة معناه ان احنا بنستقبل اللحمة معناه ان احنا بنكشف عليها طبعا هو العيد الأضحى أساسه في الأضحية اللي هو ان احنا بنتباح والمجازر وكده لكن فيه شك تاني اكبر وهو موضوع الشرق اللحمة موضوع الاستعدادات بتاعة المحاجر البيترية في استقبال اللحوم المجمدة بأنواعها كلها فهيفدنا ان شاء الله في النقطة دي احنا معنا كذا موضوع وكذا نقطة اولها طبعا هنعرف من استاذنا الدكتور أحمد عب كريم بمنسبة العيد الأضحى المغارك استعدادات المحاجر البيترية لاستقبال جميع انواع اللحوم المجمدة اهلا نسان بحضراتكم احنا طبعا كحجر بطري التابع الهيئة العامة خلالة بطرية لوزارة الزراعة واخدين على عاطقنا اللي هو توفير أو سد الفجوة الاستهلاكية في جميع انواع اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك الحمد لله بيجي عندنا بيتدرس اللي هي الموافقات الاسترادية قبل ما نسمح بالاستراد وبيتعمل جميع الاجراءات الصحية وجميع الاجراءات الاحترازية علشان خاطر قبل ما نسمح بالاستراد عندنا احنا قدامنا ثلاث مهام بيبقى مكلفين بيهم كحجر بطري احنا عارفين دلوقتي ازاي يعني عنوان الانسان والحيوان دوت مهمتنا دلوقتي في حاجة نستوى العالم كله ما بقاش فيه صحة الانسان وصحة الحيوان بقت في حاجة اسمها وان هيلس او عالم واحد دي الانسان والحيوان مشتركين في كثير من الامراض اكتر من الف مرض مشترك بالانسان والحيوان فاحنا اهم حاجة بتقع على عطقنا ان احنا لما نيجي نستورد حاجة سواء حيوانات حية او منتجات ان احنا صحة الانسان دي المرة واحد ثانيا نحمي صرواتنا الحيوان مصر طبعا بلد عندنا صروة الحيوانية لا يستهن بيها يعني العالم كله مثلا فيه وساكة اي دول في العالم تلاقي فيها عشرين خمسة وعشرين الف مزرعة هتلاقي في مصر عندك مليون مزرعة ان كل بيت عبارة على مزرعة حيوانات سواء كانت حيوانات كبيرة او صغيرة او دا جينة فدوة يعني هي الطبيعة السكان او طبيعة التركيبة بتاعت شعب المصري كيب فمطلوب مننا نحافظ على الصروة الحيوانية بتاعت البلد الداخلي والتالت حاجة ان احنا برضو لو جينا استوردنا حيوانات حية من الخارج برضو ان احنا نحافظ على هزي الحيوانات انها يشتريها او يتدولها في السوق ما تجيش تصب مرض او تبقى خسار اقتصادية عليه دي مهام الحجر البطري التلات مهام دولار الانسان والحيوان والحماية الحيوانات مستوردة التلاتة مع بعض دي مهام نحن لو جينا حضرتك بالنسبة الاستراد نطمن الناس استراد السعدادات نحن بتيجي احنا من اول السنة السعدادات احنا عارفين طبعا جات موضوع كورونا والناس ما حستش ان في اي نقص في الموضوع المعروض من المنتجات الحيوانية او المنتجات الاسماجة او الدواج بالعكس في استقرار في الاسعار بقى لنا عيد السنوات كمان الحمد لله والسنوات دي مع الحاصل الازمة اقتصادية في عالم كله ما كانش عندنا اي شعور بالنقص في اي حاجة من هذه المنتجات نجد حضرتك ان احنا افوتنا الحمد لله شهر رمضان على خير عندنا الموسم والاعياد مرتبط تتمني بالاكل عندنا موسم رمضان بالاكل وموسم عيد بقى الحنبارك برضو الوضحية والاكل فاحنا عند فيه رعبات من اول السنة وحنا وقدين من قبل اول السنة وحنا بنبتدي استعداداتنا بنبتدي نشوف اي احتياجاتنا عشان خلال يبقى فيه تنظيم ويبقى فيه مايبقاش فيه اغراق ويبقاش فيه عجز فلازم يبقى فيه يعني الدنيا مستقرة ما بين اسعار وبنسبة الاستهلاك وده كلنا حاسين به يعني هو مش كلام بيتقاله بس على مستوى السوق كله هنيجى حضرتك لو جينا مثلا عايزين نستورد حيوانات بره من الخارج يعني عندنا ايه لانوعد بنستوردها ايه ما بنستورد ماشيا عجلات عشار او تحسن العشار ودي سياسة الوزارة حاليا ده شيء مهم جدا انها بتجيب عجلات عشار بتعمل احلال وتجديد للسلات المحلية الموجودة عندك بتجيب سلات عليها الانتاج ترسفيد باكبر قدر ممكن عن طريق القيمة المضافة اكل تقديه ايه ادي تقديه لبن نتاجها بمعدد تحجيل غزاء قد ايه والعجلات العشار دي المبتيجة احنا نفترض 50% اناس 50 في بياس كور لو 50% الاناس دي دخلت معنا في الانتاج ودخلت معنا في انتاج الالبان انا عارفين طبعا بيه استقرار في سعر اللبن بقى النفاتة طويلة برضو عشان خاطر عن دي اعني سولدنا السناد اكتر من 10 تلاف فرنس سواء عجلات عشار او تحت سنو العشار هنيجي النتاج بتاعهم اصلا ده دي حتستخدم في سد الفجوة الاستهلاكية الموجونة بين الاستهلاك وبين الانتاج المحلي فدي طبعا اول نوع من الانواع اللي احنا بنجيبه اللي هي لعجلات العشار او تحت سنو العشار وليه تحت سنو عشار بتدينا نجيب في الفترة الاخيرة دي لسبب واحد اننا نجيب عجلات عشار من الخارج بره بتيجي تخش معك على موسم الولادة بتاعها ما بتكونش لسه التقليم التقلم كامل مع ظروفنا البيئية عارفين طبعا حظروفنا البيئية في مصر مختلفة عن حدات الكيرة في العالة سواء نوعية التخزية او نوعية المعاملة او نوعية الامراض المتوقطنة فاحنا بنجيبهم تحت سنو العشار عشان الغاية لما يبدو يخش في العشار وغاية لما يبلدو يكون حصل تأقلم للاناس قبل ما يحصل عليها الاسترس او الضغطة بالنسبة لموسم الولادة بتاعها تاني نوع بنجيبه اللي هو النوع بنسميه بغرض التسمين او التربية ده بيكون متوسطة حوالي 250 كيلو هات 275 كيلو دوت بنجيب سوريات عالية الانتاج يعني بتدينا في انتاج ما بين كيلو ستومية كيلو سبعمية ساعات بغرضها لاتنين كيلو في اليوم معدل تحويل غزائي بتاعها ده بتديك قيمة مضافة بتدي عهد اقتصادي اللي بخدها بربيها للفلاح زائد بتوفلك في الغزاء وتوفلك في الماء بتاعك لانت خلال 3-4 شهور بتكون جبت الوزن بتاعك لانت هتروح تتبعها في المغزر وتكون اكلة الاكل الطبيعي بتاعك اللي هو اكل مستساغ بالنسبة للمواطن المصري ولي عايز اللحم البلدي اللي واكلة برسيم بتاعنا واكلة اكل بتاعنا فدي تاني نوع من انواع الاستراد اللي احنا بنستورده في عندنا نوع تالت برضو عشان خاطر ان احنا نحافظ على النمط الاستهلاكي بتاعنا اللي احنا بنجيب عجول زبيح فوري ودي بنجيبها من افريقيا طبعا افريقيا كلها هم راعة طبيعية مفيش عندنا استخدام هرمونات مفيش عندنا استخدام محفزات للنمو وكده فبتيجيبها راعة طبيعية وبتيجي نستقبلها برضو حفظها على المشاية بتاعتنا وشيخص برضو الوضع الوباء الافريقي اختلف على الوضع الوباء لأي حتة في العالم فبنستقبلها في المحاجر الحدودية سواء كانت في قسطل او في قسيمبل او في سفاجة او في الادبية دي كلها محاجر الحدودية سواء البحر الأحمر او محاجر الجنوبية مع السودان دي بيجي الابقار بتنزل عندنا في المحاجر دي وتتدبح في نفس المكان بتاعها عشان بتاخدها البردات وتوزعها كاللحم مبردة على مستوى مصر كلها عشان خاطر برضو المستهلك المصري بحب يشوف العليقة متعلقة والجزار بيقطع منها وبياخد اللحمة بتاعته منها فدي برضو النوع التالي اللي احنا بنسترود بالنسبة لدوة الانواع المشاية حضرتك اللي اعني في حاجة الآن برضو بالنسبة للدواجن او بالنسبة لللحم المجمدة نطمن الناس في حاجة مهمة اوي الناس الناس كون عرفها عندنا اهه وانتجات للحوم تالت 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 لا دو وتشق التاني احنا بتصغلنا في الحائلات الحية هنبتدي بقى لنشوف الايه اللحوم المستوردة او الدواجن المستوردة المجمدة ناس كتير قوي بتخوف منها او بس احنا ايه بنحب نطمنهم في حاجة واحدة أو في حاجتين مهمين جدا أنت يهمك كمستهلك أنك تتناول اللحوم دي أو الدواجل بحاجتين أنها تكون زاد جودة عالية ويتكون خالية من أي مسببات يعني مش هتعمل لك أي حاجات غذائية أو تسممات أو كده تاني حاجة تكون مذبوحة زبح شرع أو زبح إسلامي عندنا قبل ما نسبح بالاستراد لأي نوع من الأنوع المنتجات دي في لجنة بتطلع من الهيئة العامة خط بطرية بتروح تعاين المجازر دي وتشوف مستوى الصحي بتاع المستوى العام وبتدي تعمل تجربة الدبح هناك وتشوف موضوع الدبح الشرعي أو الإسلامي لو نجحت بتيجوا تسجل عندنا في الهيئة ما ينفعش تستورد اللحوم أو دواجن من أي حتة في العالم المجمدة إلا إذا كان المجزر دوت معاين في الهيئة العامة خط بطرية دي حضرتك كمان الدولة تنبهت الحاجة مهمة جدا اللي هو يعني زبح الشرعي احنا يمينا طبعا كبلد إسلامي وكده إن يكون عندنا زبح الشرعي عشان استطمئننا نوعية اللحوم أو الدواجن اللي بتاكلها من ناحية الشرعية ابتدى يتوحد مركز إصدار الشرعية الحالة على مستوى العالم كله تحت اسم المصرية الإسلامية Islamic Egyptian ويسموه ISEG خالق الحمد لله أمريكا الشمالية بقى فيها مركز الموحد ISEG أمريكا الجنوبية بقى فيها ISEG Latin America دوت المركز الواعدين حاليا في الهند تتعملت إنديا ISEG إنديا كله تحت شعار ISEG المصرية الإسلامية وحاليا إن شاء الله نبتدى نعدي الأزمة بتاعت كورونا العالمية هنبتدى تنتشر في أوروبا كلها هتتغطى إن شاء الله بالISEG وبعد كده برضه إن شاء الله في صدر قرار معادي اسم مجلس الوزراء إن ISEG للصدرات المصرية يعني أي منتج صادر أو وارد لمصر هتكون شادة حالة بتاعته مختصة بشركة موحدة لISEG على حسب المكان الموجودة فيه فنطمن الناس من ناحية الصحية ونطمن الناس من ناحية الشرعية وتمالي يا دكتور النقطة دي بالنسبة بالنسبة للحوم المجمدة بيبقى فيه ناس كتير بتيجي أسئلة يعني كتير عليها الناس اللي تشير لحوم مجمدة المفروض إن هي جاية لحوم مجمدة هتتباع لحوم مجمدة في بعض الأسواق وبعض المحلات وبص تلاقيهم سياحوا اللحوم وبتدت إن هي تتعامل شرائح تتعامل مكعبات فهل الموضوع ده كده صحيح؟ وفي نفس الوقت إزاي يقدر إن هو يعرف هل اللحوم ديت من أنهي جزء؟ بتبقى صعبة جداً فهل ده متاح إن يقدر الزبون العادي أو العميل العادي أو المواطن العادي يعرف إن هي دي تملي إيه؟ النقطة اللي هو متخوف منها وطبعاً يعني النقطة اللي بتتقل عموماً يعني بالنسبة ل بيبص النقطة الفساد اللي هي ريحة اللون غام إغماءة قوي لحاجات دي لكن نقطة إزاي يعرف إزاي لو هي مش مجمدة هي أسان نوعيتها مجمدة بس هي مش مجمدة ما يشتراهاش لو هي متعملة مكعبات أو شرائح أو كده فالنقطة دي ناس كتب تسأل فيها يا فعاوزين نوضحها لهم بس شوف حضرتك إحنا برضو إيه نغطي الناحية الصحية إن إحنا وفقنا على استرادة من مجزر ومدولة معينة بتيجي عندنا المواني المصرية بتسحب منها تفحص ظاهرياً وتطابق المسترادات بتاعتها مع اللحوم الموجودة في الميناء قبل استمح بالإفراج عنها وتطلع تحت التحفز لغاية اختبارات المعملية بتاعتها تثبت نجاحها ثبتت نجاح لاختبارات المعملية بتجي الإفراج والتداول بتاعتها ونتمر حدك برضو إنما من المصفى القياسية المصرية إنك القطعة اللي أنت بتستوردها دي بتكون محددة يعني تكون ما تقدر تعرفها هل ديت من ربع الأمامي أو ربع الخلفي يعني بتكون معرفة يعني الراجل بيفحصها ظاهري يقدر يعرفها ديت من أنهو جزء من الدميحة ديت من دون الشروط المصفى القياسية المصرية بتكون محددة لكن طبعا الناس دي بقى تخش في الموضوع اللي بتقول عليها حدا دا جدت موضوع الغش التجاري دا موضوع تاني بزرطة إنه أصلا مفترض مفترض اللحمة دا مجمدت وزاحت ما تجمدتش تاني جمدت تاني داخلت كده في الفساد فما ينفعش فحدا كل اللحمة دا مساحت خلاص انتهت وطبعا اللحم المجمدة دلوقتي فيه بتيجي اللحم مبردة من الخارج يعني بدل ما ييجي اللحمة مجمدة ويقعد بقى يقطع فيها ويفصلها لأ فيه لحوم بتيجي مبردة وقت دي دهت دبحت في المحاجر الحدودية المحاجر الحدودية أو الدبحت برضو الاستراد على الاستراد دلوقتي ممكن يجيب لك الكنتينر يكون فيه هو البراد يكون فيه كذا طن مثلا من التليبيانك وكذا طن فلتو كذا طن وش فاخدة كذا طن اللوح واخد بالك بيكون معرف ويكون مكتوب على النوعية بتاعته على الكرتولة بتاعته عشان خاطر ما تلجأش للتسيح والتجميد بتاع قطع دي فديت برضو من ضمن الحاجات اللي بتيجي نطمن الناس قوي قوي انها ده معدت عدت وافرج عنها ايه بقى انها الحمد لله بتكون معدل سلامتها مش عايز اقول حدك 100% لكن رحتاج بقى بالنسبة للتداول تعزين بقى الناس بقى عندها وعي شوية وبالنسبة للغش التجاري برضي اتحاجات يعني يعني الارقابة الداخلية عندنا احنا الهايئة العامة المبطولية احنا كل يوم التاني بنسمع عن مقاتل اطنان بتتمسك بالنسبة اللي بتفتيش اللحوم وكده ده شيء مجهود شكاره عليه يعني وزاد ما بحث التومين والجهات التومينية والحاجات كل الجميع اللي جادت بتعلقة بالتفتيش على اللحوم في الاسواق دي كل قاية من الحمد لله ممكن السنة دي الناس كلها حسة والبنات كلها بتطلع الاول كان بيحصل برضو دوت بس كان بدون بيانات مزاعة الناس بات تعرف المجهود بقوم بالدكتور البطري ايه انه هو الوحيد اللي قدر يحدد صلاحية الاحمد دكتور البطري محدش تاني يعني هو الوحيد الدرس اللي احمد ازاي وشاف شكلها ازاي وعرف عامل بساة بتاعتها ايه وهو اللي اتعامل معها هو دكتور البطري فالحمد لله اللي هي العامة ببطرية بكافة فرعها وخصوصا بالمختصين بتفتيش اللحوم والمجازر بيقوموا بدورهم على الاكمل وجه لتوصيل غزاء امن للانسان وبس في الاعداد بيقول معانا مجموعة من السورة بس عاوزين نبتدي نعرض السورة الاولى ماشي ماشي هو طبعا بالنسبة لدخول العيد الاضحى الناس عندنا في مصر طبعا كله بيجهز الاضحية بتاعته فهو كان فيه يعني سؤال برضو لسه في الاعداد يعني هل حاليا فيه فتح لموضوع استراض العجول والخريفان الحية للعيد الاضحى ولا اللي موجود دلوقتي على مصطوى مصر وكله سلالات محلية اللي هي الناس هتضحي لها الخريفان والمعز والعجول وحضرت دلوقتي بالنسبة الاغنام احنا مستعز اقول حاليا عندنا اكتفاء ذاتي حتى عندنا طبيعة او نمط شعب المصري بالنسبة للسلاكة لحمة الغنم مش زي لحمة الابقار فعندنا في السنة دي وسنة اللي فات ما استوردناش اغنام حية خالص يعني استوردنا بعض الاغنام المجبوحة في السودان وردو كميات لا تذكر بالنسبة لاستهلاكنا او احتياجاتنا كمصر من اللحوم بالنسبة الاغنام احنا متغطية الحمد لله بكلها سلالات محلية مفيش استراد اغنام حتى العرض على مستوى السوق المحلي كله كله ممشي في مكان دلوقتي اللي كان عرض مثلا السي سال اللي فاتت حوالي عشر وعشرين غنمة بقو مية ومتين وثلتمية فشايف ان كمية العرض بتاعت الاغنام الخريفان السلالة كتير جدا السنة دي دي حضرتك شيء حقيقي ان حاليا دلوقتي نحن متغطيين بالنسبة لاستهلاك مصر من الاغنام ومن الماعز وكده فيش استراد حصل خلال عام السابقة كل اللي جبناهم تقريبا بتاعتها الاغنام والماعز برضو مفيش نجبناش حوالي خمسونية قطعة من سنتين يعني بعد كده فيش حد استورد اغنام تاني بالنسبة الابقال المعروض في السوق هتلاقي المحلي وحتلاقي الانواع الاجنبية الانواع الاجنبية طبعا بس الانواع الاجنبية دي يعني بقالها في مصر بيجيب متوسط وزنها متين وخمسين كيلو وبتدبعش قلي بربعمائة كيلو دي بتكون اخذناها على تاتة اربعة شهور في مصر فما بين يعني تعتبر برضو انواع محلي يعني اخذت خلاص طعم البلدي بتاعنا في مصر دي بتديك نسبة انتشافية عالية وتصافية عالية دي من انواع الجيدة جدا اللي هي دخلة مصر حصل بها احلال وتجديد السؤال الاولى ممكن نعرضها معنا السؤال الاولى هي بتوضح يعني برضو عشان نبقى واضحين بمناسبة ليلة الاطحى بتوضح شروط الاطحية وهي طبعا زي ما احنا كلنا عارفين هي لازمة تكون مبهيمة الانعام طبعا هي مبهيمة الانعام اللي هي القبل والابل والبقى والغنم طبعا استاذنا دكتور احمد دي هو السن طبعا شرعا لازمة ان تكون مسنة مسنة دي يعني في الماعز بتبقى سنة في الضاني بتبقى سنة شهر في البكر بتبقى سنتين في القبل بتبقى خمسة طبعا زي ما كنا عارفين بتبقى لازمة تكون سليمة من العيوب ما فيهاش عراج ما فيهاش اي عيوب واضحة طبعا النقطة دي يفيدنا فيها برضو دكتور احمد هو طبعا دكتور احمد تخصص المحاجر لكن برضو معنا في النقطة دي بحيث ان احنا نوضح للمشاهدين يعني عموما النظر عام حوالين الاطحية شوف حضرتك يعني الاطحية طبعا فيه جزء اللي هو طب بتاعنا وفيه الجزء الشرعي الجزء الشرعي اللي هو بتاع السن وبعد كده برضو فيه حاجة احنا يعني الناس اللي عايزوا بشارة طحية مش هتغلب بحاجة بسيطة الله طيب لا أقبل إلا طيبة تشوف عندك البيهيمة اللي هو تضحي بيها تكون سليمة صحيا اهم حاجة ما تكونش فيها جرب ما تكونش قرنها مكسور ما تكونش نقصة لحم ما تكونش عورة ما تكونش متعورة ما تكونش مكسورة سليمة من لحة العامة سلطة العامة تكون سليمة بالنسبة للسن زي حدرق ما قلت إن احنا تكون يعني حاجة بسيطة جدا برضو أي مواطن عادي يقدر يفرقها تكون كسرة جوز اللي هو أول سنتين يكون بادلة اللباني بالمستديمة ده يا زي ما انت حدرق ما قلت بالنسبة لجمل ده عايز خمس سين غدا ما يكسر أول جوز بالنسبة للماعز بيبقى سنة بالنسبة لأغنام بيبقى ست شهور بالنسبة لبقر من سنة لسنتين دي كده بنت استوفيت الأضحية بتاعتك إن شاء الله بس في حاجة مهمة جدا برضو حتى جبت سيرة الأضاحي إن احنا نقول للناس يا جماعة إن في أمراض مشتركة ما بين الإنسان والحيوان ما يقدرش يعرفها إلا طبيب المغزر لأن يمسك السكينة ويفتح فيه اللحمة بيقدر يعرف أماكن معاناة في اللحمة بيقدر يعرف أمراض معاناة وأمراض خطيرة جدا يعني فيه أمراض مشتركة إنسان الحيوان لو تكون قدامك الحيوان عايش قدامك عادي وفي صحته جيدة لكن لما تيجي تفحصه تفحص اللحوم بتاعته يعني السل مثلا السل البقري ده معدي للإنسان عمرك ما هتعرفها الحيوان من برة إلا إذا فتحت أماكن معاناة في الدودة الشريطية اللي حمس معاناة بيوصل طلخة عشرة متر واثناشر متر وكده دي برضو ما حدش يقدر يفحصها أو يعرفها إلا الدكتور البطري في المجزر عن طريقة بيفتح في حتة معاناة في اللحمة فننصح الناس إن أنت لما الحيوان بتاعك عندنا الحمد لله وزارة الزراعة تعليمات صدرة إن جميع المجازي تفتح على مستوى الجمهورية وتفتح مجانا للدبح الأضاحي الصبح دي فيها مستين بس عداك أنت حتجيب الجزار يعني الجزار مفيش عندنا جزاري حكوميين أيها أنت حتعاقد مع الجزار نحن نوفر لك المكان ونوفر لك الماين ونوفر لك الكشف الطبي تقيبا ده بيبقى مجانا مجانا أو نصوم لا تذكر أو شبه مجانا نصوم لا تذكر يعني تامين فدي حضرتك أنت بتوجه بالحيوان بتاعك دي عشان تحمي نفسك يعني تحمي صحياتك وصحة أهلك وتطلع اللحوم فعلا تكون مقبولة صحيا وفعلا إن شاء الله ربنا تقبلها دي برضو غير الميزة إن الدكتور بيديك اللحمة سليمة صحيا إن في عندنا حاجة مهمة جدا تاني الحفاظ على البيئة يعني الناس بتتبع في الشارع أو تتبع في بجل السلم والدبان والفرط والروس والحاجات دي كلها دي كلها بتأثر على الصحة العامة والله كل فعون بقى والكلاب تيجي تتأكل الحاجات السقط وتعمل مشاكل وتتنقل العدوى والأمراض المعادية والأمراض المشتركة وتدخلنا في مشاكل أكبر وفيه الإعداد بس بيقولي خاصة بالنقطة دي بالذات معاهم صورتين اتنين وثلاثة خاصة بالموضوع ده نحب نشوف الصورة اللي أحراج بتقوليها في الإعداد اتنين وثلاثة هي الصورة دكتور بيقولوه بيوضحه يعني دي مزرعة تقريبا في ريف الأوروبي بتقول مزرعة يوجد زبح وتقطيع داخل المزرعة يعني هم ايه بيتكلموا عن النقطة دي والصورة التانية رقم ثلاثة دي بوضو إعلان المزرعة بيقولو ان فيه جديان وخرفان وقابل ويجدأ وبيقولو في الآخر طبعا ان ايه إمكانية الزبح والتوضيب والتكييس داخل المزرعة للبيع جملة وقطاعي فدي طبعا هنا هم حط ألف خط طحمة حولي النقطة دي طبعا فيه الإعداد شكرا لي يعني يعني جاب الحاجات دي ان هو لا أنا بنتكلم في النقطة دي فبيقول لنا بصوا أهو الحقوا فيكم بلا في ولعة فيه حاجة هتحصل في العيد ده هتضم بالدني يعني مش بوضوع يعني ان كان على الدبح في البيت انا باتبح جدي ولا باتبح خوف لا ده فيه كميات كبيرة جدا بمزارعة بتاعت البيمون دول وبتاعت تاخد يعني ما تعرفش بقى حضرتك قلة وعي قلة قانون قلة يعني يعني مش عايفين قلت ايه بس ده زي ما حضرتك بتقول انه ده هينشق العدوى وينشق الأبوات المشتركة واللي طبعا اللي داخل المزارعة ده بالتأكيد جلساره بس معهوش طبيب بطري فبالتالي دلوقتي عندنا مزارعة كتير جدا زي ما حضرتك قلت ومزارعة فيها السورة كان بتوضح ان فيه مزارعة فيها كمية عجول جموسي كتير جدا العجول دي هتتدبح فترة العيد والمزارعة دي بتقول انه عندها عندها نقطة دبح داخل المزارعة ومحدش شايفهم وديها تحتاج طبعا مجهود كبير جدا لان دي كمبلها تنفاجر في يوم العيد او ايام العيد فرأيي حضرك فيه والله دي اتنا انه ممكن اعتبرها بلاغ مواجهة لها الحالة بطرية ان فيه دبحة حيتم خارج السلخانة بشيء مجمع زي كده فان شاء الله المعلومات دي ممكن تتبلغ عندنا الهيئة على اساس ان فريق التفتيش يبقى مستعد او يقدر يقوم بدوره في الموضوع دوت لكن برضو خلي بالك ان فيه عندنا احنا بس مزارعة محدودة ونتعب حاجر البطري بعد انتهى فترية تحاول له مزرعة بالزبط فيه ملحق بها المجازر بتاعته بالزبط بس دي مترخصة مترخصة فيها طبيب بطري بشرب بطري بالمادة الملونة بالاختام بتاعته بس دول ما يتعدوا مثلا يعني ما يطلعوش مثلا ست سبعة او تمن مزارع بالمجازر على مستوى الجمهورية لكن غير كده لا طبعا ما ننصحش ده وده فريق يا دي الحالد بيقول لي فيه الريف الاوروبي على طريق مصر اسكندرية الصحراوي مزارعة كتير جدا وبرضو طريق اسماعيلية الصحراوي جمعية عربي وجمعية المهندسين جزا جمعية بعضات نفس النظام دول فيهم ما يقرب مثلا ممكن نقول الف مزرعة حتة صغيرة حتين صغيرين كده اول طريق اسماعيلية واول طريق اسماعيلية واسكندرية دول بيستعدوا يعني هم شغالين على طول بس بيستعدوا بقى لكميات كبيرة جدا وقت العيد فطبعا لا شب حالك احنا لا الا تتقنن ماشي ويبقى فيه اتفاق لو احنا مجازرنا قليلة او مش كافية وفقال الناس دي متطورة ان هي تتبع داخل المزرعة يبقى فيه تقنين لها وتتعامل ان هي نقطة دبحة رسمية ويبقى حد لازم من حد من الاطباء البلطاني يبقى متواجد فيها لان دي صحة مواطن زي ما حضرتك قلت والسل وبوسلة وكياس شرطية وحاجات خطيرة جدا يعني هو حضرتك زي ما دوت برضو طب بعد اذن حضرتك بس التسوال في عادل معنا تفضل لو استاذ عادل عليكم السلام وطلوكاتو حضرتك يا دكتور كنت بعد اذنك عايز عارفنا دلوقتي لو عايز اتبح في التلاخانة في يوم العيد الاجراءات المطلوبة عشان قاعد ردها في العيد ماشي دكتور احمد هيجاوبنا طبعا استاذنا هو طبعا حضرتك والموضوع مش عندنا كالإدارة مختصة بيها لكن طبعا شيء معروف جدا ان السلخانة بتفتح يوم العيد حضرتك بتاخد الحيوان بتاعك بس تكون متفق مع جزار قبليها او تشوف جزار شغال هناك خاص بتكون متفق معا انه هو اللي يتبحلك احنا عندنا السلخانة ده توفر المكان وتوفر الدكتور وتوفر الكشفة على الدبيحة بتاعت حديك عشان تكون واخدها مطمئن بس بتاخدها توجي بيها للمجزر وهناك بيقوم بتتبقى يعني الجزار بيتباح لك هناك وتاخد اللحمة بتاعتك مدبوحة جاهزة بترجع بيها تاني البيت عندك بعد فحصها وبعد اطمئنان انها سليمة صحية يعني شيء بسيط جدا يعني بدون اي اجراءات بدون اي حاجة تمام كده استاذ عادل شوكوا انجازين استاذ عادل كان مخارج دكتور احمد بتقول من نسبة لل اه بقول لحد دك احنا لا احنا عايزين السلخانات المعادلين اصلا ما ينفعش تقول لحعمل نقطة الدبيح هنا وتعتمد نقطة الدبيح عندنا احنا ادارة مركزية مختصة من موضوع المجازر والتفتيش وادارة المجازر ادارة عامة عندنا في العام خانفة بيطارية لا المجزر ليه شروط وليه الصرف بتاعه ازاي المعدل نضافة ايه الحيطان ازاي الارضيات ازاي دي كلها شروط لاجب توفرة في مكان الدبح منفعش اقول لنا حد بحينا النهاردة وهتقول لدكتور يكشف انا قصدي حاجات مؤكدة دكتور لان بيبقى عندنا فترة العيد دي فترة ضغط جدا فترة يعني كمية عجول وكمية خرفان وكمية معيز بالدبح كتير جدا فطبعا كل ده هيبقى ضغط كتير جدا انا واحد من الناس مثلا عشان اروح المجزر ولاقيه زحمة انا هاخد وروح اتباح في البيت واخبر الحضارك ما هو برضو هيبقى فيه ضغط كبير جدا فعشان كده بقول لو امكن لو وبعدين ما عليش يا دكتور انا دلوقتي عندي مزرعة المزرعة دي فيها انا كواحد مواب صغير وخمسمائة عجل عشان ااخد مثلا خمسمائة عجل دي واجيب الخمسمائة واحد بتوعهم واتنقل بيهم لغاية مجزر طبعا دستريفشن جامد ودنيا وكده فلو ان اقدر اقدر ان انا اجيب صاحب المجزر ده صاحب المزرعة دي قبل العيد بفترة شهر ولا بخمسة عشر ايوم ويقول انا عندي كذا ومش هقدر اروح المجزر لان عندي صوف كذا فممكن هوضى بمكان فيفستارس في الحتة الفلانية وعمله كنقطة دبح الطواري كنقطة طواري عشان خاطر العيد بس طواري للعيد داخل عندي وبقول لكم ان انتوا تجبوا لي دكتور يقف وتعينوا المكان قابليها وتعتمدوا كمكان مؤقت خلال خمسة ايام العيد بس وبعد كده تفتش عليه انه هو ما بيتبحش تاني يعني انا قصدي ان احنا نحاول بوضو ايه ان احنا نحل نحل الازمة او كنبلة دي والله فكرة مطروحة ممكن يعني اللي عنده السعادة تقدم مدرات بالبطري يشوف امكانية كل مدرية ازا تنفذ الموضوع دوت او ما تقدرش والمكان مناسب واش مناسب دي يعني ممكن حتى ده ممكن اللي استعانى بقى لو الاطباء البيطارين عندنا مش كفاية استعانى بقى طباء بيطارين خاص بس يبقوا تحت برضو الشراف السلطة البيطارية يعني لو كده يعني مثلا اولئناها هيجي مثلا عشر تلاف واحد لو عشر تلاف واحد دول هيحتاجوا عشر تلاف دكتور فطبعا مش هيبقوا كفاية لا فهنستعانى بقى طباء بيطارين خلال فترة العيد بس كمثلا اطباء خاص كطاع خاص هيقدر انهم يساعدوا في حل الموضوع ده كل ده بيهدف في الاخر ان احنا نقلل زي ما حضرتك قلت التلوص اللي بيحصل الامراض العدوى الامراض المشتركة الحاجات دي يبقى ايه فيه فكر للمستقبل احنا بنشوف بعنينا اللي بيحصل فطالما بنشوفه يبقى نحاول ان احنا نوجد له حل ما نبقاش قدام امر وقع وسايبينه فياريت الموضوع ده يترح في الطب البطري هو حديك زي ما حديك ما بتقول كده ممكن اللي عنده استعداد يعمل كده يتوجه المدير الطب البطري اللي هو تابع ليها في المحافظة بتاعته ويدرس الموضوع ده ويشوف امكانات المزرعة دي ايه هل عنده امكانات دكاترا يقدر يحركهم او اليوم العيد يعني غير الدكاترا بتوع المجازي الرئاسيين اللي عنده ويقدر يغطي بيها المنافس ديت ولا لأ دي طبعا بيبقى تقيمها يغضع للمديرات التم بكل محافظة مع ادارة عامة للمجازر وفي المحافظة مش هيبقى فيها الموضوع ده اكيد يعني اطمن الناس ان اغلب الجماعيات اللي هي الكبيرة بتاع السكوك الاضاحي زي مصر الخير وكده ديت كلها فعلا هتتبح في المجازر مش هتتبح بره صراحة قايم بمجرود جامد في موضوع المجازر وان شاء الله يا سادس تطوير شغير حددك مع مرصود مئات الملايين عشان خط تطوير المجازر في الساعة الجمهورية تامين معانا مكالمة تاني مين الو ايو السيد صداحي مرحبا للباشر اهلا وسهلا 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 فضل فضل اهلا وسهلا بيكم اهلا بيك السيد صداح فضلك عايزة نقولهم بس كلمتين بس فضل فضل حدك ماتا ثمانيات ان احنا نحب بعض خاضر مفيش حد ياخد حاجة كلمتين عندنا نقولهم مع الجميع يعني للناس كلها يعني ثمانيات ان احنا نحب بعض خاضر مفيش حد ياخد حاجة شغرا يا باشا شغرا عزيز صداحي رسالتك وصلت وكلنا اتمنى كده واحنا كلنا بنتمنى كاطباء بيتاريين كاطب بيتاري كسلطة بيتارية لازم نحب بعض ونخاف على بعض ونخاف على صحة المواطن البرنامج بتاعنا الانسان والحيوان زي ما بنقول دايما الحيوان تقريبا بين الانسان 80% من الامراض لازم نحافظ على بعض لازم كل يشتغل صح كل يشتغل بضمير يدي كل اللي عنده الفكر كل اللي عنده فكرة تقلي سيادة الوزير نفسه كان قال اللي عنده اي فكرة اللي عنده اي اكتراح اللي عنده مكترح كفكر يتفضل يقدموا الوزارة دوقتي مفتوحة في موقع اللي عنده اي اكتراح عنده مشروع عنده حاجة بناءة بيبتدى يوصلها وبتتنفس موحدك زي ما بتقول يعني فعلا عندنا الوزارة مفتوحة لأي مقترحات أو أي مشروعات اللي بسيس تقدم بيها وأي شكاوي برضو فيه خطوط خط ساخن للهيئة خط ساخن للوزارة خط ساخن قطاعات المختلفة وناس مخصصة للرد على التساؤلات كلهم فيه وتخصصه دي حضرتكت عملت الحمد لله في وزارة الزراعة عندنا معادي الوزير كلف كل مختص أنه يجاوب فيه الجزء اللي حيخصه هو بنسبة الأسئلة أو شكاوي الناس أو مقترحات الجمهور وصراحة أنا واحد من الشهود من المكاتب اللي في الوزارة أو في الطب البطر المفتوحة على طول لأي شكوى وأي مساعدة ومكتب دكتورنا دكتور أحمد عبد الكريم يمكن المكتب بتاعه بقى عن ورشة عمل مساعدة المستوردين مساعدة الناس اللي عندها محاجر اللي عاوز يرخص اللي عاوز يستورد يعني صراحة شغل ومجهود 24 ساعة فده شهادة يعني بقولها الدكتور أحمد في معنا معرضه صورة تانية بيكلمني فيه الإعداد فممكن نشوف الصورة رقم أربعة وهي خاصة تقريبا بشائعات ممكن نشوفها هي كانت كان جيه فترة كده طبعا ودكتور أحمد أستاذنا إحنا شغلنا كشغل أي مصدر حيواني أي مصدر حيواني فهو سلطة بيطارية فكان من الشائعات اللي انتشرت خاصة بالأسماك طبعا إحنا شغلنا مش دواجن مش لحوم أبكار لا شغلنا بيدخل برضو الأسماك دي تابع طب البطرة تابع سلطة البيطارية فكان ظهرت شائع فريق الأعداد جايبهنة استراد أسماك غير صالحة للاستهلاك وترحها بالأسواك طبعا التصحيح بتاعها برضو هقوله بعد كهر رد علينا دكتور أحمد التصحيح بتاعها اللي جي من وزارة الزراعة والصلاح الأراضي غير صحيح ونؤكد إن كافة الأسماك المتدولة بجميع الأسواك سليمة وآمنة تماما وصالحة للاستهلاك الأدمي وتغضغ للفحص واركابة من قبل وزارتين الصحة والزراعة والهيئة العامة للعقابة على الصدرات والويدات بالإضافة إلى هيئة سلامة الغذاء وذلك في إطار حرص الدولة على صحة المواطنين شوف حضرتك برضو الأسماك أي حد عايز يستور السمك من خارج لازم يجي تقدم بالطلب لعندنا الهيئة العامة الخنوات البطارية ونعرف الموقف الوبائي بتاع البلد دي إيه ده تخصص المحاجر البيطارية تمام بنفع حندنا قسم الموقف الوبائي بيقدر يحدد موقفها بتاع البلد دي إيه قبل السماح بالإستيراد وغير كده لما فور وصولها طبعا المواصفات القياسية المصرية مغطية كل حاجة مغطية عد بكتير مغطية تكون خالية من إيه يعني ما يكونش فيها متبقيات ما يكونش فيها أي شيء دار بصحة الإنسان لحد الوقت زي ما قلت حالك أحنا بتكلم على وانهلس صحة واحدة ما فيش فرق ما بين الغذاء أو الغذاء الأصل حيواني والإنسان إلا كله واحد إنه عبارة على سلسلة متكاملة يعني مفهوم الغذاء في العالم كله دلوقتي يقول لك من الحق للشوكة لغاية إنسان ما يأكلها فدي كلها سلسلة متكاملة لازم كلها تأخذ بالاعتبار وإحنا بنبتدي كحجر بطري بقى نحن مختصين بالصد من خارج يعني الدولة نفسها بندرس موقفها إيه بندرس استراداتها إيه بندرس إيه اللي بتعامل إزاي مع الغذاء بتاعها قبل ما نسمح بالاستراد منها مش إيه يعني حضرتك بتؤكد برضو إن جميع الأسماك اللي تم استرادها خلال الفترة اللي فاتت دي هي أسماك صالحة طالما دخلت السوق المصري وعدت من محالة الاستراد ودخلت من المحاجر سواء مطار سواء مينة فهي صالحة بنسبة 100% كونها بعض منها تعرض لسوق تغزين أو حاجة ده بعد كده بيغضع للتفتيش على اللحوم وده طبعا بيتمسك أطنان أسماك فاسدة أو إنجا مش عايفيه وده كله بيتمسك لكن هي عشان تخش لازم أن تبقى سليمة بعد كده لو فيه سوق تغزين أو فيه حاجة ده عليه كربة تانية غير المحاجر البيطارية لها صحة العامة والمجازة والتبتيش على اللحوم إنزاء وحكوة بتقول إحنا مشتريكين في المواني بلجان مشتركة بفحص ظاهري فحص مستنادات وبعد كده بتتخذ عينات بترسل المعامل عشان فحصها معمليا الجيسة كانت بكتيريا فيروسات طفيليات تتفحص متبقيات يعني ما بقاش فيها برضو متبقيات تعارفين إحنا فيها أسماك فيها متبقيات ضر زي الزبق أو الحاجات دي أو بقايا هرمونات أو أدوية ده كله بيفحص ما أخذ الإفراج النهائي من المينة يبقى معنا كده يكون مطمئن تماما إن الأسماك ده وتخرج يكون سليم صحيا زي أحداك ما قلت بقا بعد كده التداول موارد تداول حتى في الأسماك المحلية يعني ما بتيجت تلاجعي تلت حاجة آه النقل بتاعه ما كانش صحي التخزين بتاعه عدى فترات صلاحية بتاعته آه دي كلها وردة وتحصل داخل البلد آه تمام آه دي بالنسبة لنقطة الأسماك بالنسبة لآه فيه اللي عدد بيقولي فيه سورة تانية خمسة آه نحن بنشوفها بوضو شائعات آه شائعات بوضو كانت قالت بوضو عليها وزارة الزراعة نقل تبعية المحجر بطوية المجازل الهيئة القومية للسلامة للغزاء مما يؤثر على سلامة عمليات الفحص وركابة على السورة الحيوانية آه الحقيقة اللي قالتها وزارة الزراعة وصلاح الأراضي آه غير صحيح ونؤكد إن المجازل تتبع التنمية المحلية ولا يمكن نطلعها بقرار من وزارة الزراعة ونشير إنه تم البدء في تنفيذ خطة كبيرة لتطوير ورافع كفاءة المجازل زي ما حضركم تلسه بتقول دلوقتي وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية وكذلك يجرى تطوير محاجر البيطارية بشكل دوي في إطار حرس الدولة على السورة الحيوانية وحضركم طبعا التجذيب اللي جي للإشاعات دات من مجلس الوزراء للسان ووزارة الزراعة وفعلا حقيقي حضركم إحنا المجازل على السورة الجمهورية كمباني أو كوحدات تملكها إدارات الحكم المحلي المحافظات طبعا وزارة الزراعة هتتنازل إزاي عن وحدات لا تملكها وطبعا إشاع وزارة الزراعة تملك الفحص الفني الإشاعات الفنية على هذه المجازل سلطة بيطارية سلطة بيطارية فقط إن كان المعاون أو الموظف الموجود في المجزر ده يتبع السلطة المحلية حتى رسوم تقريبا كلها رسوم محلية تمام لكن إحنا بنوفر الدكتور اللي بيفحص الحيوان قبل الدبح وأثناء الدبح وإطمئن أنه خرج سليم من المجزر ده بالنسبة ما حاجة طبعا إحنا شغالين الحمد لله المحاجة هي السلطة البيطارية يعني هي خط الدفاع الأول يعني طبعا صدر التجزيب من وزارة الزراعة صدر التجزيب من مجلس الوزراء بخصوص هذا الموضوع وطبعا الشائعات وإحنا طبعا اليومين دولة مصر مستهدفة بكثير من الشائعات الزبطة إصارة البلبلة وإصارة الفتنة وشرك الصف والآخر حتى يعني ابتدوا أنه هم يقولوا على لسان مش عايفين فإحنا ده وقت من جيب من نهاية خالص ودكتور أحرعكي معنا إحنا حتى مشيحنا اللي جبنا جابت السلطات المختصة في البلد هي اللي أيلة السلطة يعني وزارة الزراعة جابت فيه الإعداد جاب لنا الحقيقة إنه ما فيش الكلام ده خالص ومزالت السلطة البيطارية هي زي ما هي الهيئة العامة لخدمات البيطارية بتكون بواجبها على أكمل وجه سواء محاجر سواء الاستعدادات بتاعتليز زي ما دكتور أحمد قال لنا برضو يعني بنحاول برضو إن إحنا يعني نقطة أخيرة معلش دكتور أحمد إحنا نتقل في حضرق عليها بس يا دي مش بصفتك بقى معلش يعني كذا حد طبيب اتصل بيها حوالي ثلاثة أطباء لغاية بلوقتي معايا في الإعداد خاصة بحضرتك كناكيب أطباء بريطاريين أسوان هي النقطة اللي يومون دول برضو متدولة قوي بس طبعا ما جبناهاش في الشائعات ولا الكلام ده هي نقطة بدل العدوى بتاعت الأطباء البيطاريين إن هو أصدر قرار إن الأطباء البيطاريين اللي في الصحة يزيدوا البدل العدوى بتاعهم إحنا بنكرش نفسنا بأطباء البشريين أو الصيادلة أو الأطباء أو الأسنان رغم إن حضرتك تتفق معايا كناكيب إن الأطباء البيطاريين هم أكتر ناس عرضة للأمراض نتيجة احتجاكهم بالمصدر الرئيس للأمراض وهو الحيوان فإحنا بنقول إن هو دلوقتي الأطباء البيطاريين أكتر ناس في المهنة الطبية فإزاي المهنة الطبية وبالذات إن نفس يعني جادت كذا شكوى يعني حالياً في الناس كتير دخلوا على الشكوى بتاعة وزارة الزراعة وزارة الصحة إزاي إحنا أطباء بيطاريين فيه مننا صحة وفيه مننا صراعة الأطباء البيطاريين بتاعه الصحة يزيد بدل العدوى ويرتفع ويبقى حاجة جامدة كداً والأطباء البيطاريين اللي يشغل في الزراعة لو بتاعهم حيوان مصدر العدوى وأكتر الناس بتاعاته العدوى يبقى زي ما هو مثلاً 19 جنيه إذا ما قلت أو 29 أو 39 فهل النقطة دي حضرك شايف كان أقيب إحنا سيبنا دلوقتي إيه قريس المحاجة البيطارية كسلطة بيطارية خلاص جدا للشكل التاني والأخير أنا حضرتك يعني كان أقيب كان أقيب سابق بقى واخد بقى حالك خلاصت خلاصت الدوريتين أنا بتوعي أنا أتمنى الدكتور يأخذ ألف جنيه بدل عدوى يعني مش مش مية في المية زي الصحة يعني هو حضرك طبعاً اللي حصل في جانحة الكورونا عارفين طبعاً العاملين وزارة الصحة تعرضوا لكثير من حالات الوفيات وحاليات الإصابة بهذا المرض فوزارة الصحة تحركت طلبة بالإزراف عز بدل العدوى كتحفيز الأطباء وجذب الأطباء اللي مشتغلوا شواناً وصدر القرار جميع عضاء المهنة الطبية في وزارة الصحة يحصل على هذا البدل عندنا برضو حضراتك ما نقدرش نخفى الدكتور الطبيب البطري مش عايز أقول لحضرتك إن وزارة الزراعة المصرية إحنا الحجر البطري كنا أول جهة كوزارة الزراعة طبعاً كورونا اشترك فيها جميع الوزارات مبيش كل اشترك فيها في التطهيق والتعدد وجميع الوزارات اشتركت في مواجهة الأزمة دي عندنا احنا الطب البطري والحجر البطري بالذات إن كنا أقول حضرتك أنا عندي من نص يناير يعني قبل لما تحصل أي إصابة في مصر طلعنا قرار بفحص الواردات اللي جايلنا من المواني بتديني الأول بشصين وجنوب شرق آسيا ضد الكورونا ما كانش لسه حد يعني سمع أو حد أصيب أصلاً بالكورونا يعني واش عايز أقول حاليك يعني آلاف العينات اتفحصت في محط بحوص ساحة الحيوان وكان برضو محط بحوص ساحة الحيوان التابع على وزارة الزراعة كان سباق إنه وفر المستلزمات الفحص للكورونا في ساعتها يعني عايز أقول حاليك بتديني فحص من يناير بعد كده عممناها لجميع الواردات والحيوانات اللي جاية من الخارج من برة لازم يتعامل اختبار الكورونا طبعاً احنا برضو عشان جمدى بالكورونا الكورونا مش الكورونا جاءت موسمية كده بس الأطباء البيترين فيه أكتر من 300 مرض مشترك هم فيهم كل يوم في حالات وفيات كتير جداً من أطباء البيترين بالسل في حالات وفيات بالبوسيلة في حالات وفيات جميع الأطباء المشتركة كالأخوة حضرتك حضرتك كانت إيه برضو نحن نادي لازم أن نادي إحنا كوزاة الزواعة أو كأطباء بيطوين الناس دي لازم يزد لها بدل العدوى زيها لازم يطالب بيها سواء من الجهات التنفيذية أو من الجهات النقابية إنه إن شاء الله وإن شاء الله يتوفر ونلاقي استجابة للطلب ده عندنا بس برضو عايز أقولك على حاجة الكورونا ده مجيبنا سيد كورونا بالذات الكورونا عندنا أربع عائلات عندنا إحنا في عائلة في طب البطري يا عايز حضرتك نسمعنا عنها كلنا اللي هي الميرس كورونا أو متلازمة الشقة الأوسط دي برضو مرض مشترك إنسان الحيوان دي بنفحصها بقال لا ست سنين مفيش جمل بخش المصغل ما تفحص الكورونا الميرس كورونا وناس مش حاسة لكن إحنا بنأمنهم منها من الحدود عشان نضمن إن الحيوان اللي داخل يكون فعلا سليم ينحمي بيه الإنسان قبل ينحمي بيه الحيوان إن الكورونا مرض من ضمن الأمراض الكتير اللي هي بيقف قدامها الطبيب البطري طبعا حضرتك عندنا الجمل لما نجد أخذ منه العينة بيبقى السواب واتمسك رأس الجمل وخش بقى اتسحب دي الناس التكنيك بتاع سحبه بيبقى الطبيب البطري عوضة جدا الحمد لله بياخده عندنا اللي هو الأمان يعني بيحطه الكمامة بيحط المسك بياخد الإجارات الوقاية بتاعته بس بيبقى عوضة عوضة في المجازر إحنا كمان مش موضوع عدوى أمارات بس لا ده مخاطر كمان ده ممكن يتعرض للسكين في المجزة وممكن يتعرض لحادثة ممكن يتعرض لرفس حيوان ممكن يعدد لعدة كلبة يعني ده عدوى ومخاطر اللي اتنين فلو الحق حق نتمنى كده ومن حق الدكاترة طبعا نداء من دكتور أحمد عبد كريم كنقيب وكرائيس ونداء من البرنامج بتاع الإنسان والحيوان إن احنا إن شاء الله موضوع بدل عدوى ده من سيبوش ونطلب به لأن أحق شركة في المهنة الطبية به كمخاطر عدوى كمخاطر أخرى هي الأطباء البيطارين في نهاية الحلقة طبعا بنشكر أستاذنا دكتور أحمد عبد الكريم رئيس المحاجر البيطارية بمصر ونقيب الأطباء البيطارين بأسوان شكرا جزيلا على المعلومات القيمة وكل سنوح حضر طيب وعيد سعيد عليك وعلى الأسرة وعلى مصر كلها كل عام وانتم بخير والأمة الإسلامية كلها بخير وحفظ الله مصر شكرا جزيلا السلام عليكم وعلى أطلاق وعلى أعزائي المشاهدين شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم